موسيقى انا اريد ان اسأل سؤال ورح احكيه في البطيء شوي مشان ان شاء الله اوصل الفكرة في الاردن كثير من المبادرات يعني كان في موجود ودائما في كل يوم في كل شهر في مبادرة سيد محمد كمان اذا بتحب حضرتك كمان ايضا يعني تعلق على الموضوع كمان ممكن احيانا المبادرات تبدأ في صور واعلام وميديا وبعدين وتعليق ومجلات وجرايد وتلفزيون وتقارير وبعدين بتروح المبادرة انتم في السفارة البريطانية كما تحدثت سعادة السفير جزء من المانحين كيف ممكن تضمن ان المبادرة تستمر كيف ممكن يكون فيه آلية للتعاوم لان المبادرة مش دايما انه نطلع في الإعلام وبعد شوي تروح المبادرة هل هناك خطة هل هناك فكرة ايضا للمستقبل في كل البرنامج اللي ندعم بشكل مالي بدنا نتائج بدنا نتائج واستمرارية وتنفيذ هذا البرنامج لاستفادة البريطانية والأردن فتكر انو في هذا البرنامج الاستمرارية مهم جدا هذا ليس الان هذا مشروع تجريبي لازم الناشطين ينتشروا هذا المشروع خارج من أمان الى المخافضات ولكلنا نعرف انو زيادة الواي وتغير السلوك لازم وقت ولكن المهم انو هذا البرنامج يركز على شخصية المسئولية الشخصية كل مواتن كل فرد عنده مسئولية على مكافخة رمي النافايات لأن نظافة بلدك تبدأ من عندك هذا الرسالة المهمة لهذا افتكلم انو بعد شوي الواي راح يتخال اذا تسمح لأضيف كمان زي ما ذكر سعادة السفير في عنا مرحلة تجربية لأول تلت شهر الأفراد المشاركين بالمجموعة مش أول مرة بيقوموا بمبادرة وجزء من المبادرات اللي قاموا فيها في السابق كانت مبادرات ناجحة يعني المجلس الأردن الأبني القضراء كان مبادرة من خمس أشخاص قبل خمس سنين حاليا نحن على مجلس إدارة المجلس العالم للأبني الخضراء اللي في مية دولة ونرأس شبكة مجالس الأبني الخضراء في الشرق الأوسط فصحيح بدأت بمبادرة لكن الناس القائمين على هذه المبادرة اللي هي المجموعة يعني أنا واحد من مجموعة لهم تجارب إيجابية سابقة وحن نحاول نبني على هالنجاحات هاي بس في نقطة مهمة كتير نجاح هاي الحملة متعلق بدعم المواطنين إلها يعني والمجموعة هاي اللي بدأت بدنا إياها تكبر شوي شوي وبدنا القطاع الخاص وبرضو الناس المعنيين بالأردن من ناحية سياحة من ناحية بيئة من ناحية بلديات هالناس هاي كلها تصير جزء من هاي الحملة حتى الحملة تكتسب زخم أكبر في المستقبل شاء الله خلينا تفضل صعبك أنا أريد أقول أيضا أنه هذا الحملة يركز على تحسين الحياة هذا حملة ممكن يصير مفيد وممتئة لتحسين حياة السخة ولكن أيضا للاكتساد الأردني لأن السياح اللي يزوروا بترا أو جراش والبخر المايت بدهم يشوفوا إنو الأردنيين يخافضوا على جمال والنظافة الأردن